ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صلطانة عمان الشقيقة وقد ناقش الاجتماع وأقر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون النظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص دول إعاقة والقانون النظام الاسترشادي الموحد للعمل التطوعية والقرار بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية وكذلك اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون واستراتيجيات العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون إلى جانب دراسة وتعميم بطاقة الامتيازات الممنوحة للأشخاص دول إعاقة بدول الخليج وتطوير المعايير الخاصة بتكريم المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلية وبحث الاجتماع وأقر المبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل فضلا عن مقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من دول إعاقة في دول المجلس والمشاركة في الدورة الأولى لمسابقة إلى أخي اليتيم والتي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة